بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله الوباء والبلاء عن الأمة العربية وسائل بلاد الدنيا وأن يشفي كل مريض يتألم وأن لا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم كابسولة جديدة من حكاوي وقبل ما أبدأ الكابسولة بشكركم 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 من كل قلبي ومن صميم حسيسي والله العظيم الحمد لله رب العالمين أنا أفضل وأحسن ويعني الحمد لله الحمد لله على كل حال يعني بدأت في مراحل التحسن الحمد لله وده كله بفضل دعواتكم المخلصة من القلب وربنا يا رب ما يحرمنيش منك أبدا ويمتعكم بوافر الصحة والسعادة يا رب الحمد لله رب العالمين أنا حابب أطمنكم أن أنا بخير طول ما أنت بخير أنا بخير ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم وتفضلوا دايما كده منوريني وتفضلوا دايما أحبابي ويعني أهلي وناسي آآ كل التحية والاحترام والتقدير لكم والنهاردة أنا باعتبرها يعني كابسولة يعني يعني عارفين يا جماعة كده آآ يعني حاجة عابرة يعني لأن ما كانش ينفع ان آآ تنعقد النسخة السادسة من آآ قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من غير ما نتكلم عنها يعني ولو حتى بشكل موجز يعني آآ فاعتبروها كابسولة استثنائية اعتبروها أن انتوا وحشتوني اعتبروها أن أنا بقول لكم الحمد لله ببركة دعواتكم أنا بقيت أحسن اعتبروها زي ما تعتبروها المهم أن انتوا بتوحشوني وأنا بتلكك عشان أكون معاكم آآ طبعا آآ مواقف كوميدية كتير جدا جدا يا جماعة آآ كانت في آآ هذا المؤتمر أو النسخة السادة لفعاليات المؤتمر ده آآ حاجة كده يعني يعني لو انتوا شفت الفيديو بتاع استقبال الوزير ناصر بوريطة وزير المملكة المغربية وزير الخارجية المملكة المغربية آآ واستقبال آآ أبو سيد والله العظيم يا جماعة قمة الكوميدية وقمة والله يصيب علي من الآخر يعني عارفين الراجل تاني مفروض يروح والله يحترم نفسه وروح يشوف له شغل أنا تاني أولا كان متدهول ما عرفش هو متدهول في بتاع الماسك ولا متدهول في النظارة ولا متدهول في ايه بالزبط كان متدهول وكأنه يعني عارفين كأنه سيئة العربية من غير رخصة والبوليس أفشوا داخل متنايل على عينه ما هواش عارف رايح فين ولا جاي منين ويعني أنا معرفش برضو هي نفس البدلة اللي بيلبسها اللي بيأجرها من عند المكوجي ومسيد يعني ضربه على خلقته وشكله يقرف الكلب ومنظره يغم والبصف وش وتجيب الفقر وداخل متنايل على عينه متدهول هيتكعبل وحيقعه يعني والله لا يصلح لا يصلح لا دبلوماسي ولا يعني عارفي والله يروح يشوفه شغلات تانية ما علينا طبعا أنا عايز أقول يا جماعة أن في تلك المراسم والمؤتمرات اللي زي كده قيمة البلد بتنعكس في مراسم الاستقبال قيمة الأشخاص يعني ده رايح ممثل ناصر بوريطة رايح ممثل للمملكة المغربية وأبو سيد رايح ممثل لدويلة قرقبيان العظمة دول كل دولة من دول لها منظرها لها حجمها في نظر الناس القائمين على هذا المؤتمر كل واحد بيقابل بحجم بلده اللي هو بيمثلها ما فيش شك في كده الفرق واضح مش محتاج تعليق فرق كل كوميديا الرجل المحترم استقبال محترم راقي يليق بيه ويليق ببلده والقلة استقبل استقبله استقبال قلة لي الله ما عارف استقبال شبهه بالضبط يعني عارفين او شكل بالضبط هو دخل متنال على العينه اصلا بنيلة متدهول يعني هو دخل متدهول طيب ما علينا بقى من دول طب احنا بنقول ان دول اهم يعني لهم حيثية مع ان انا ما باعتبرش ان ابو سيد ده لو حيثية ولا اللي مشغلينه ليهم حيثية بس على الاقلة وقدام العالم ليهم حيثية يعني ناصر بوريطة لو حيثية ولو بلد ولو مملكة ولو ملك ولو دولة ولو حاجة بينعمل لها الف حساب وابو سيد له بلداءه يعني تجاوزا بيقولوا عليها بلد والدنيا هماشية طب ابو شانب بقى شانبولة لقولة ده رئيس العصابة اللي خارج من خمسين سنة سجن ده يعني ده اللي قصته حكاية بقى حكايته حكاية اولا وسائل الاعلام القرقوبية الفاشلة الزبالة اللي لا تنطق ابدا بصدق سخرت كل الامكانياتها لابو سيد وابراهيم شانبولة وكأن حضور ابراهيم شانبولة لها بلدول والبقر اللي معاه المؤتمر يعني اعتراف من الدنيا كلها بأن هناك دولة صحراوية يعني عارفين والله العظيم متخيلين ان لما يروح كده بشانباته المؤرفة دي وشكله اللي يقرف ده ده انا حطوكوا صورة له لو يعني اي حد عيقول رئيس جمهورية يعني والله يبقى يعني زنبه بقى عند ربنا يعني ربنا يحسبه يعني قالت انه راح ومعتبرينها انها انتصار على المملكة المغربية شوفوا التفاهة والسفاهة لحد فين يعني عالم سفيها وتفها فعلا والله العظيم واعلام سفيها واعلام تافه والقائمين عليهم اتفه واسفه يعني لما يعتبروا انه ده انتصار انتصار على ايه طب انا حاجب لكم بقى يعني رد فعل الاتحاد الاوروبي على وجود ابراهيم هباب ده في مؤتمر قمة الاوروبا وافريقيا اولا عشان نبقى عارفين هو طبعا المؤتمر القمة لاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والله خربت لاتحاد الافريقي والله كرهته بسبب ابو سيد والبقر اللي معاه والقفف اللي كرهت كلمة الاتحاد الافريقي والمقاربات ربنا يخدهم ويولع فيهم بجاز انطلق المؤتمر ده يوم الخميس والنهارده اخر يوم هو يومين لمدة يومين طبعا انا عايز افكركم بس باستقبال الوزير ناصر بوريطة وفي مؤتمر باريس فاكرينه اللي كان بخصوص ليبيا في فرنسا استقبل استقبال راقي جدا ومحترم واستقبال ابو سيد نفس المحدش عبره برضو كده وكان متنال على العين ومتدهول يعني نفس القصة ما علينا ابراهيم شانابولا الحرامي لم شوية عيال من الصيع اللي هم معا دول وقالوا هنروح نحضر المؤتمر بتاع افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وبرضو هناك وقفوا شوية بقر من بتوعه استقبلوه في المطار كان منهم من اللواب شراء البشير ده فاكرين احنا اتكلمنا عنه اللواد لهبة للعبيد ده ومش عارف قمية عمار وغيرهم مش عارف ده ماسك ايه وده دبلوماسي ايه يعني كلهم عارفين وزارة الخارجية خيمة وزارة الدخلية خيمة وزارة كده فطبعا اه قمة المسخرة وقمة الحرامي ومعا عصابة وشلة حرامية وده بيقابل ده يعني ما علينا ايه المهم في نفس يوم وصولهم الكلام ده كان يوم الاربع اللي هو اول انبارح في نفس يوم وصولهم طلع المتحدث الرسمي للمتحدث باسم الشؤون الخارجية والسيادية الامنية للاتحاد الاوروبي اسمه بيتر استانو قال في تصريح واضح وعلني تصريح واضح وعلني قال ايه نشر هذا التصريح عبر الموقع الرسمي للمفوضية الاوروبية وتنقلته وكنات الانباء والمواقع الالكترونية قال ايه الراجل قال ان موقف الاتحاد الاوروبي شوفوا اعلان صريح يا جماعة عشان كل وعد يخرص يعني يخرصوا ويبطلوا مزايدات على حاجة مفهاش جدال مفهاش كلام حسموها الاتحاد الاوروبي حسمها قال ان موقف الاتحاد الاوروبي واضح بخصوص عدم الاعتراف بعصابة البوليزاريو ده قالوا الكلام ده ما بيعترفوش بحاجة اسمها دولة صحراوية ولا العكل اللي هم فيه ده ولا ابراهيم هباب ولا البقر اللي معاه ولا الكلام الفاضي ده ما بيعترفوش وقال كمان انه لم يتم توجيه دعوة لهذه العصابة لحضور القمة الاوروبية الافريقية قال ان احنا ما قدمناش اي دعوة ما قدمنا لهمش اي دعوة ولم ندعوهم للحضور عندنا في بروكسل واضاف كمان اللي هو بيتر ستانو قال ان كل منظمة ويقصد الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي كل منظمة بتدعو 16 عضو من اعضاءها وهذا ما فعلوا الاتحاد الافريقي مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي لا يتدخل في خيارات الجانب الافريقي يعني اذا لو كان ابراهيم هباب ده وجهت له دعوة فهي موجهة من الاتحاد الافريقي وليس من الاتحاد الاوروبي اذا العيب فين في الاتحاد الافريقي وليس في الاتحاد الاوروبي اذا هذا الرجل خرج المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسية والامنية السياسة الامنية عفوا نسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي عشان يبرق ساحته من دعوة اعصابة البولوزاريو لحضور مؤتمر قمة الافرو اوروبي او القمة الاوروبية الافريقية وقال ان احنا ما دعناش وان الاتحاد الاوروبي بيجيب 16 عضو من عنده وهو اللي رشح او هو اللي دعا اذا كان فيه دعوة يبقى اللي وجهها الاتحاد الافريقي وليس الاتحاد الاوروبي واكد برضو المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي ان دعوة الاتحاد الافريقي لعصابة البولوزاريو لا تغير موقف دول الاتحاد الاوروبي شوفوا بقى بيعلن موقف دول الاتحاد الاوروبي بالكامل بشأن مغربية الصحراء قال ان ما بيتغيرش وان موقفنا لم يتغير ولم نعترف يوما او لم تعترف يوما اي دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بتلك الجمهورية الوهمية يعني اذا يا جماعة الموضوع منتهي دول الاتحاد الاوروبي لا تعترف بعصابة البلوجاريو لا تعترف بوجود دولة اسمها الدولة الصحراوية واكد الراجل انه هو مع خيار المملكة المغربية في الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة للصحراويين اللي هم مقيمين في المكان يعني المسألة هي كلها الاعيب داخل الاتحاد الافريقي داخل اروقة الاتحاد الافريقي وزي ما احنا عارفين ان عصابة البلوجاريو دخلت الاتحاد الافريقي بالرشاوي التي قدمتها دولة القرقوب للدول الجائعة من افريقيا والتي لها عضوية في الاتحاد الافريقي ولا يخف على احد في العالم تورط عصابة البلوجاريو ابراهيم شنابولة باب البقر اللي معاه في الاتجار في المخدرات الاتجار في المال تهريب الاموال السلاح الاتجار بالبشر يعني كل انواع المحرمات والممنوعات الدولية تعمل فيها عصابة البوليزاريو بعلم دويلة القرقوبي والقائمين عليها وتحقيق مكاسب لمسؤولي دويلة القرقوبي ومش هنتكلم بقى عن فاجنر ومالي ولا هنتكلم عن حزب الله وإيران مش هنتكلم عن الكلام ده لأن هي فتنة وضعت في شمال أفريقيا ووباء وضعته دويلة القرقوبي في شمال أفريقيا وسينقلب قريبا السحر على السحر ولابد هنا من أقف وقفة سريعة أمام مهزلة الاتحاد الأفريقي وما يحدث فيه مهزلة وجود عصابة مثل عصابة البولوزاريو تضعف من كيان الاتحاد الأفريقي ولا تقويه غريب الأمر بقى يا جماعة إن عصابة إن دويلة قرقوبيان العظمة بيقولوا إن المغرب عاد إلى الاتحاد الأفريقي بالرشاوي وهل المغرب كان محتاج إنه يقدم رشاوي عشان يرجع للاتحاد الأفريقي يعني والله العظيم منتقلة لها دو خبر أو حاجة أنا قريطها حاجة تحزن يعني أنتو بتفهموش يعني أنتو ما بتفهموش المغرب محتاج يدفع رشاوي عشان يرجع لمقعده هو نسحب بمزاجه ورجع بمزاجه إيه المشكلة يعني رشاوي المين هو أنتو متخيلين إن الدنيا كلها بتتعامل بمبادئكو السفلة الوطية يعني يا جماعة يا جماعة أنا بس أنا عايز من يقرأ هذه المهازل لابد أن يحكم العقل قبل أن يصدق ما يحدث ويمكن ده لأنا بقوله وبفضل أقوله وهظل أقوله يا جماعة لابد من حائط صد لابد من حائط صد يوجد في المنطقة العربية وبقرتها مصر يظهر الوجه الحقيقي للمملكة المغربية الوجه الحقيقي للمملكة المغربية عند الدول العربية خصوصا الشعوب الشعوب لا يعني ليس ظاهرا بالشكل اللائق به لأن ما فيش هؤلاء يدسون السم يدسون السم أينما وجدوا وسمهم كله تجاه المملكة أعيد النداء وأكرر النداء إلى الوزير الناصر بوريطة مركز إعلامي مصغر بالسفارة المغربية سيحل كل الألغاز وسيضع الأمور في نصابها لن نحارب أحد ولن نعادي أحد ولن نعدل من مصار أحد ولكن سنعبر عن أنفسنا مش مطلوب أكتر من كده كل التحية والاحترام والتقدير لكم بشكركم من قلبي ومن صميم وجداني على دعواتكم اللي كانت بمثابة طوق النجاح بالنسبالي الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله تمثلت للشفاء دعواتكم أن يتمي لها الشفاء على خير ويعني احنا بنحاول نكون أحسن وربنا معانا ومعاكم وبشكركم من كل قلبي وربنا يحفظكم لي وما يحرمنيش منكم كل التحية والتقدير والاحترام لكم ودعواتي بأن يشفي الله كل من ريد يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين تطتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش من عادهما ولا خانهما كل التحية لكم وربنا يا خد اللي بيعاد الحق والله العظيم هم دائما يعادوا الحق أنا مش عارف عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ جتهم القرف القرفونة أشوفكم في كابسولة جديدة ومش هتأخر عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته